أنا يمكن أول حاجة هتيجي على بالي ما بين وثيقة ملكية الدولة وما بين استثمارات الدولة هل يوجد أي تعارض في تنمية مناخ استثمار وإعطاء فرصة لقطاع الخاص وللمستثمرين العرب والأجانب في أن الدولة تستمر برضو في ملكية بعض القطاعات الاستثمارية أو تستمر في الاستثمار داخل نفس القطاعات طبعا شكرا بالترحيب شكرا فنم اليوم كانت جلسة استثمارات العامة جزء محور أساس فيها ووثيقة ملكية الدولة وهي دي جايز الوثيقة اللي خدت أكتر قدر منها التحدث خلال الجلسات اللي متتدت حوالي 7 ساعات ووثيقة ملكية الدولة هي اللي بتربط ما بين الاستثمارات العامة والخاصة لذلك يعني معظم اللي كانوا متحدثين كانوا مركزين في هذه الوثيقة لأنهم جايين بلدو من خلافيات الاستثمار الخاص والقطاع الخاص وكانوا بيحاولوا يعني يفهموا الوثيقة أو يبدو أراءهم لها بالتعديل أو بالتأييد الوثيقة هي زي ما حالك بتقول كده هي دورها الأساسي هي تشجيع القطاع الخاص على الانخراط أكتر في الاستثمارات الكلية للدولة احنا الاعتمادنا في مجل الشيوخ والأسبوع الماضي قطة الاستثمارات الكلية للدولة والمجل الشيوخ كان أمس يعني تأكيد الاعتماد القطة السنة الفترة كانت السمارات العامة تمثل 76% السنة دي اللي هي أقررت أمس 64% والقطاع الخاص يعني زاد ل 36% مستهدفان يعني هنستطيع تحقيقها ولا لا يعني هنحاول هناك مشاريع بالفعل يعني مطروحة للقطاع الخاص في السنة القادمة زي محطات تحليات المية وغيرها بقى من عمليات التقارج بتقوم بها الدولة الوثيقة زي ما بقول هي يعني تحقيق هذا التربط ما بين السمارات العام والخاص بما فيها بقى انواع الشركات المختلفة ما بين الإسمارات العام والإسمارات الخاص والوثيقة يعني تفصيلية في ثلاث قطاعات احنا بنسميها كده اللي هي إشارة المرور اللي هي الإشارة الخضرة اللي هي السمارة الخاص يعني الدولة بتقوله يعني قوم بهذه القطاعات لوحدك وإحنا هننتقارج يعني تدريجيان ثلاث سنين الاستثمار الأصفر ده اللي هي الإشارة الصفرة الدولة هتستمر مع القطاع الخاص في القيام ببعض المهام مع تعهدها اللي هيكون فيه يعني عدالة منافسة وما نسميه الحياة التنافسي للإشارة الحمرة أن الدولة بتقول هذه القطاعات يعني غالباً القطاع الخاص يعني غير مهتم بيها فأنا هستمر فيها لأنها بتمثل يعني قطاعات استراتيجية وأمن قومي وبدو القطاع الخاص مستدعة عندما يكون جاهزاً زي السمارات الخاصة بالتكنولوجيا المايكروشيبس وغيرها من الصناعات السقيلة فهي يعني الدولة متعهدة لتطبق هذه الثلاث قطاعات الترافيك لايت زي ما احنا بيسميها أو إشارة المرور ويعني لدينا مستهدف خلال ثلاث سنين أن استثمارات القطاع الخاص يعني تزيد من العام الماضي 24% ل65% خلال ثلاث سنين نتمنى أن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي يساعدنا في تحقيق يعني هذا المستهدف ويعود تاني القطاع الخاص ليقود يعني عملية التنمية والنمو بعدما الدولة يعني كانت تعهدت بذلك خلال الست سنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر